هذا لي وذلك لك وهكذا تقسم الكعكة وهكذا يسير العراق بهذا المنطق والسيناريو يتقاسم أقطاب العملية السياسية المناصب الحكومية وفق خطة رسمت قبل الاحتلال الأمريكي تقسم مراتب السلطة في البلاد بحسب الطائفة أو القومية وفق مصطلح عرف بالمحاصصة وعلى مدى 15 عاما كانت الأسوأ في تاريخ العراق تصدر هذا المفهوم كامل البنية السياسية فأوصل الحال إلى ما هو عليه اليوم وبعد فشلها المتعظم وانكشاف حقيقتها لواء أركان العملية السياسية شعاراتهم المعروفة وصارت المحاصصة فعلا منبوذا يتبرأ منه الجميع وبات الحديث عن حكومات كفاءات وخبرات بعيدة عن المحاصصة شعار ما قبل الانتخابات الذي لم يجد طريقه إلى الواقع بأول منصب بعد الانتخابات وهو رئيس البرلمان محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي انتخب رئيسا لمجلس نواب ب169 صوتا مقابل 89 لمنافسه خالد العبيدي الذي خرج متهم عن الحلبوسي ومن وراءه بشراء المنصب ب30 مليون دولار متوعدا إياهم بالفوز في الجولات القادمة فوز الحلبوسي رأته وكالة الصحافة الفرنسية انتصارا للقائمة المحسوبة على إيران المتمثلة بتحالف البناء بزعامة العامل لافتة إلى أنها أصبحت في وضع يؤهلها لتولي تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الأكبر ولعل حديث الوكالة الفرنسية له ما يؤكده فإيران كانت أول المهنئين بفوز الحلبوسي على لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي الذي اعتبر انتخاب الرجل خطوة هامة وضرورية لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق وتشكيل الحكومة يخضعه أيضا لإطار التقاسم الطائفي فيذهب للقائمة الشيعية كما تذهب رئاسة الجمهورية للأكراد وفق نظام المحاصصة الطائفية ذريعة الفشل قبل الانتخابات ونظام العمل بعدها